موسيقى تتابعون موجزا لأهم الأنباء مباشرة على الجزائر الدولية أهلا بكم وفي المستهل يواصل الرئيس الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني زيارة الدولة التي يجريها إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون ومن المقرر أن توقع الجزائر وأوغندا خلال زيارة التي تستغرق أربعة أجام على عدة اتفاقيات تعاون هذا هو من شأن هذه الزيارة تعزيز الالتزام المشترك للجزائر وأوغندا لصالح قضايا القارة الإفريقية وتأكيد تطلعهما لتحقيق السلم والتنمية من خلال الرغبة المشتركة لتطوير العمل الإفريقي في إطار الاتحاد الإفريقي قضت قوات الأمن الموريتانية على ثلاثة إرهابيين من ضمن أربعة فروا من السجن المركزي في العاصمة تنواكشوت الأسبوع الماضي وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن فيما جرى اعتقال الرابع وأفادت وزارة الدفاع والداخلية في بيان مشترك بأن ثلاثة إرهابيين من الهاربين الأربعة قتلوا بعد إطلاق نار خلال عملية بحث نفذها الجيش وقوات مكافحة الإرهاب البيان ذاته أضف أن ضابطا قتل خلال هذه العملية استشهد ثلاثة فلسطينيين الأحد برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب غربي نابلوس وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار على مركبة تقل أربعة شبان قرب حاجز سر العسكري جنوب غربي نابلوس ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم واعتقال الرابع أصيب ثلاثة جنود سوريين الأحد في قصف صهيوني على ريفي طرطوس وحمات وذكرت وكالة الأنباء السورية صانا نقلا عن مصدر عسكري أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح جراء الرشاقات الصاروخية التي أطلقها الطيران الحربي الصهيوني من شمال لبنان حيث استهدف بعض النقاط في ريفي طرطوس وحمات إلا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الاحتلال وأسقطت بعضها وفق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع نص إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بأغلبية 195 صوتا مقابل 112 صوتا ويأتي قرار مجلس الشيوخ الفرنسي تزامنا مع موجة من المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد احتجاجا على هذا المشروع الذي ينص على رفع سن تقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول 2030 هذا ومن المرتقب أن تجتمع مجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الجمعية الوطنية الأربع المقبل في إطار لجنة مشتركة لصياغة مسودة لحل وسط بين الغرفتين وسيتعين عليهم التصويت على النص بشكل منفصل في اليوم التالي ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة ناتونا ريجنسي غربي اندونسيا إلى 44 قتيلة وأفاد رئيس وحدة العمليات في وكالة إدارة الكوارث في منطقة ناتونا الاندونسية رجى بارميكا بأن عمليات البحث لا تزال متواصلة إثر فقدان 11 شخصا من جانبه ذكر أمين وكالة إدارة الكوارث والتخفيف من أغثارها في منطقة ناتونا صريف الدين محمد أن الكريثة تسببت في تدمير أكثر من 30 منزلا فيما وصل عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى نحو 23 ألف أشخاص نهاية هذا الموجز تابع 24 نيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا الموقع الجزارة الدولية في خدمتكم وبدأ أوقاتكم إلى اللقاء